أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمع دعم الوزارة الكامل للقوات المسلحة الباسلة واصطفاف الجميع بكل قوة خلفها نعى وزير الأوقاف بخالص الحزن والأسى الشهداء الأبرار الذين اغتالتهم يد الخسة والغدر في سيناء وأكد وزير الأوقاف ثقته البالغة في رجال القوات المسلحة الأبطال وفي قدرتهم على استئصال فلول أهل الشر والقضاء عليهم وتخليص البشرية كلها من شرهم ووجه وزير الأوقاف كل التحية والتقدير على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في سبيل الحفاظ على الوطن العزيز ودحر قوى الإرهاب والشر مؤكدا أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية للقضاء على الإرهاب والإرهابيين ومحاسبة كل من يرعى الإرهاب أو يدعمه أو يموله